راديو دابنغا راديو دابنغا راديو دابنغا راديو دابنغا اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دابنغا في برنامجنا لهذا اليوم الاثنين الموافق 9 اغسطس للعام 2021 في برنامجنا لهذا اليوم نقدم لكم نشرة الاخبار وحديث اليوم مع برامج اخرى متنوعة لكن في البداية نقدم لكم نشرة الاخبار ودي عناوينة عشر حالات وفاء واصابات وجرف طرق وسدود في خمس ولايات جراء الامطار والسيول ومنسوب النيل يواصل الارتفاع لجنة التحقيق حول احداث كولوجي بشمال دارفور تواصل عملاء وحركة العدل والمساواة تصف العملية بانها منسغة وليست معزولة نزوح مئات المواطنين من مدينة الميغانيس الحدودية بسبب اشتباكات بين فصائل جنوبية وتحزير من وقوع اشتباكات بين الرعاء والمزارعين في القضارف تسجيل حالتين وفاء في الشمالية بسبب كورونا ورابطة الاطباء الاشتراكيين تكشف عن حالات اشتباه بالحزبة في الولاية الشمالية الى تفاصيل النشرة من راديو دابنغا خلفت الامطار والسيول التي هطلت في مختلف ارجاء البلاد خسائر في الارواح والممتلكات في خمس ولايات على الاقل بينما بلغ ايراد النيل الازرق في الحدود السودانية الاثيوبية 728 مليون متر مكعب وفي ولاية نهر النيل توفي عشر اشخاص واصيب اربع اخرين بسبب الامطار الغزيرة التي هطلت في الولاية في الفترة من الثاني الى السادس من اغسطس الجاري كما تسببت السيول والامطار في انهيار عدد 959 منزل كل و567 اخر جزئي وانهيار عدد 482 مرحاط وعدد خمسة مدارس وواحد مسجد اضافة الى تلف مساحات زراعية وقالت مفوضية العون الانساني بولاية نهر النيل في تغرير لها يوم السبت ان الوفيات كانت بسبب سعق كهربائي وانهيار المباني واوضحت ان المسح شمل عدد 6 محليات هي عطبرة ابو حمد بربر شندي المتمة والبحيرة وتضرر فيها عدد 2682 شخص من جانبه اعلنت لجنة الفيضان في تغرير اليومي امس الاحد ان الخرطوم سجل 16.92 متر متجاوزة منسوب الفيضان ب42 سنتيمتر واقل من اعلى منسوب تم تسجيله ب74 سنتيمتر وذكر البيان ان ايراد النيل الازرق على الحدود السودانية الاثيوبية بلغ 728 مليون متر مكعب وتوقع البيان ان تشهد قطاعات النار الخرطوم والخرطوم شندي وشندي عطبرة ومروي ضنقلة ارتفاعا يتراوح بين 7 الى 3 سنتيمتر واضاف محمد سيف سعيد الناطق باسم هيئة الارصاد الجوي في هذا الخصوص هذه الايام تشهد البلاد حطول امطار بكميات كبيرة حيث تقدم الفاصل المداري خارج الحدود الشمالية للبلاد وعليه من المتوقع حدوث كل الظواهر الجوية العنيفة جنوب الفاصل المداري ومن المتوقع حطول امطار في جميع انحاء البلاد ننوه المواطنين الكرام الغاطلين في المناطق المكشوفة وبالغرب او بمحازات النيل الابيض والاذرك والنيل الرئيسي توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيول والانهار وفي الخرطوم غامرت مياه الانطار والسيول صباح الاحد معظم الطرق الرئيسية والاحياء في العاصمة واصهرت مقاطع مصورة من العاصمة الخرطوم امتلاء شارع المطار وجبرة ونفق عفراء وغيره بالمياه كما اعاقت المياه حركة المركبات مما ادى لصعوبة وصول الموظفين والعمال الى اماكن عملهم وفي شمال كردفان احتجز الشرطة المرور اصحاب المركبات الخاصة على طريق الصادرات القومي بولاية شمال كردفان بسبب اكتياح السيول لطريق الصادرات بارا الخرطوم ووجهت شرطة المرور اصحاب المركبات الملاكي والمسافرين على متن المركبات الصغيرة التوجه بطريق الابيط النيل الابيط وتم حجز المركبات بمناطق الحجاب جبرة الشيخ ورهيت النوبة وفي شمال كردفان ايضا غامرت مياه الامطار المحطة الرئيسية للمياه بمدينة سودري فجر اميس الاحد مما ادى لانقطاع امداد المياه الصالحة للشرب من جميع محطات التوزيع الفرعية باحياء المدينة وفي شمال دارفور شهدت محلية مليط انهيار ست كندية الذي انشئ حديثا في المنطقة التابعة لوحدة الصياح الادارية التابعة للمحلية في ولاية شمال دارفور واصلت اللجنة التغصي الحقائق المركزية برئاسة عضو مجلس السيادة محمد حسن التعايشي اعمال اميس الاحد في الفاشر حول احداث كولوجي بشمال دارفور التي وقعت يوم الجمعة وخلفت سبع قتلى وعشرات الجرحة من اطراف العملية السلمية وزارت اللجنة بعد اجتماعه في امانة الحكومة بالفاشر بجميع القوات النظامية واطراف العملية السلمية ولجنة امن الولاية زارت موقع الاحداث يوم السبت قبل ان تنخرط في اجتماع مغلق اميس الاحد كما زار الوفد الذي يضم والي شمال دارفور وقائد ثاني قوات الدعم السريع وقيادات اطراف السلام جرحى الاحداث في المستشفى العسكري بولاية شمال دارفور الفاشر ويوجد بالمستشفى 17 مصاب بالاحداث من بينهم اربع حالات قرر تحويله الى خرطوم وكانت لجنة امن الولاية برئاسة والي شمال دارفور نيمير محمد عبد الرحمن اعلنت مناطق كولوجي وقلاب والمناطق المجاورة مناطق طوارئ ومنعة التجمعات والتحرك بدون اذن كما قررت تكوين قوة مشتركة من 45 سيارة لتنضم الى القوة الموجودة بموقع الحادث كما اعلنت تشكيل لجنة للتحقيق في الحادث من وكيل النيابة رئيسا وفتحت بلاغات بهذه الاحداث بالقسم الاوسط بالفاشر وارسال تيم للتحري بهذه البلاغات وصفت حركة العدل والمساواة ما جرى في كولوجي بشمال دارفور بانه عملية منسقة وليست حادثا معزولا وادانة الحركة ما وصفته بالعملية الغادرة التي استهدفت قوة مشتركة اطراف العملية السلمية والجيش والدعم السريع والشرطة والامن يوم الجمعة من قبل مليشيات مسلحة وهي في طريقة الى منطقة قلاب غرب الفاشر واعتبرت في بيان لها العملية استهدافا لعملية السلام ودعت الحركة السلطات المعنية الى فتح تحقيق شفاف وسريع لكشف ملابسات الحادث وتغديم الجناء للمحاكمة وكشف كل من يغف خلف هذه العملية الغادرة من جهة اعرب الدكتور جبريل ابراهيم رئيس حركة العدل والمساواة في تدوين على تويتر عن حزنه لما اسماه بتعمد البعض ووضع الجاني في موضع المجني عليه نفذت الاكسامة الثورية بمحلية قريضة في ولاية جنوب دارفور اميس السبت وقفة احتجاجية امام مباني المحلية تضامنا مع ضحايا الهجوم على قرية حبوبة للعوضة الطوعية التي راح ضحيتها 8 قتلى و22 جريح وحمل المشاركون في الوقفة لافتات تطالب بحماية قرى العوضة الطوعية والقبض على منفزي الهجوم وتغضيمهم للعدالة بجانب تدخل المنظمات الإنسانية لإغاثة المتضررين وشدت المشاركون في الوقفة على الإسراع في تشكيل القوات المشتركة لحماية المدنيين في دارفور نزحت أعداد كبيرة من مواطني مدينة المقينيس بولاية النيل الأبيض الحدودية مع دولة جنوب السودان بسبب اشتباكات مسلحة بين فصائل مسلحة تابعة لدولة جنوب السودان يوم السبت وقالت مصادر متعددة لراديو دابنغا إن الاشتباكات حدست شرق مدينة المقينيس صباح السبت مما أدى إلى نزوح أغلب سكان المدينة إلى المناطق المجاورة بولايتين النيل الأبيض وجنوب كردفان وأوضحت المصادر أن الاشتباكات لم تسفر عن خسائر في الأرواح وسط المدنيين كما أشارت إلى وجود نزر عودة للاشتباكات مرة أخرى وحزرت المصادر من تأثير الموسم الزراعي في حال استمرار النزاع وعدم عودة الفارين إلى مناطقهم وأضاف المواطن عبدالله محمد لراديو دابنغا في هذا الحصوص الأحداث طبعا شرق مدينة المقينيس وفي الأحياء الطرفية بناحية الشرقية الفضل ناص بسيطين جدا ويمكن الرجال بس لكن كل الأزر والنائم مشو الترتار المشو كوستي المشوين المهم أخلوا المقينيس تماما وما زالت خالية لحتى اللحظة به خالية لكن المواطنين ما متضررين في الأرواح وعلا في الجرحة لكن الضرر بتاهم أنه كونه يهجر منزله وكده وهناه ويمشي ويخلي حاجاته ممتلكاته وكده بالسبب لكن برضو ما في حالات بتاعت نهب والسليب وكده ما فيه من جهته ناشدت وزارة الخارجية كافت أطراف النزاع الحالي في جنوب السودان للتوقف الفوري عن المواجهات المسلحة والبحث عن السبل السلمية وأعربت الخارجية في بيانة عن انشغال الشديد تجاه الخلافات التي حدثت داخل الحركة الشعبية الجنوبية المعارضة والتي تطورت إلى مواجهات مسلحة في المناطق المتاخمة لحدود السودان منذ صباح السبت بدأت الأحد بمحلية قدير التابعة لولاية جنوب كردوفان لجنة التحقيق والتغصي حول الأحداث التي وقعت مؤخرا بمحليتي قدير والعباسية وراح ضحية قتلى وجرحة من جانب المكون السلاسي كنانا الكواهلة لوغان في جنوب كردوفان رفضه التام التعامل والتعاون مع لجنة التحقيق وتغصي الحقائق حول أحداث محليتي قدير والعباسية تقلي التي شكل والي الولاية الدكتور حامد البشير واتهم المكون السلاسي في بيان مشترك والي الولاية بالتورط في الأحداث وتجاهل المشكلة والحلول التي قدمت اللجانة السابقة وأوضح البيان أن اللجنة المشكلة للتحقيق في الأحداث شملت تنظيم سياسيا بما يتنافى مع طبيعة اللجانة الفنية المختصة بالقضايا الجنائية وطالب البيان بإقالة والي ولاية جنوب كردوفان الدكتور حامد البشير إبراهيم وتغضيمه للعدالة والتحقيق ووصل إلى مدينة الفولة حاضرة ولاية غرب كردوفان أمس الأحد وفد اتحادي للوقوف على الأوضاع الأمنية بالولاية التي شهدت أحداث دامية قبل إسبوعين راح ضحيته 17 شخص وعدت من الجرحة بسبب نزاع قبلي حول أراضي وضم الوفد الاتحادي برئاسة البروفيسر صديق تاور عضو مجلس السيادة يرافق كل من مولانا مبارك عثمان النائب العام لجمهورية السودان ووزراء الداخلية والصناعة والحكم الاتحادي والشؤون الدينية بجانب اللواء المعاش فضل الله بور مناصر وقال عضو والي غرب كردوفان حماط عبد الرحمن إن الوفد يختص بالوقوف على مجمل أوضاع الولاية لا سيما الأمنية رفعت مبادر الشباب مدينة الدلن بولاية جنوب كردوفان العاملة في بناء المساكن لكبار السن وفاقدي السنة من معدل بناء منزل في الإسبوع إلى ثلاثة منازل بسبب زيادة الحالات والحوجة وقال شرف الجوكر عضو المبادرة لراديو دبنغا في برنامج قضايا الشباب إن المبادرة بدأت منذ شهرين بمساعدة امرأة مسنة فاقدة للسنة بتشييط منزل من المواد المحلية بالمدينة ومن ثم توسع العمل بعد أن تبين لهم وجود حالات كثيرة مماثلة وأوضح شرف أن المبادرة بدأت بتشييط غرفة في الإسبوع إلا أنها رفعت العدد إلى ثلاثة غرف في الإسبوع بسبب ازدياد الحوجة وأشار إلى تنفيذ أكثر من عشرين منزل حتى الآن بمختلف أحياء مدينة الدلن وأضاف شرف الجوكر عضو مبادر الشباب الدلن لراديو دبنغا في هذا الخصوص نحن لما نجي للعمل الإنساني وعمل الصوي نعزي كلنا في حجة التوبة حسانية في التوبة اللي هو مواطن من مواطنين ودي حاجة جميلة والحاجة الضابة قد تشجينا نحن دايما الواحد يعني بياخد من زمن القاص عشان يقضي شغل العام الحاجة ممكن أنا أوجيها لأسر أقول لهم أنه صاحب غروفة الأسرابية هي صاحرة وهي صعبة أعلنت وزارة الصحة في الولاية الشمالية تسجيل حالتي وفاء وثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا يومي الجمعة والسبت وقالت الوزارة في تغريرها الوباء اليومي أمس الأحد إن الحالات النشطة بالمنازل بلغت أطناشر حالة بجانب حالة في مركز العزل ضنقلة وأوضحت أن حالات الوفاء حدثت يوم الجمعة في محلتين الدبا ومروي كشفت رابطة الأطباء الاشتراكيين راش عن ظهور حالات اشتباه بمرض الحزبة بمناطق سوق الطواحين نمر واحد محلية وادي حلفة ومحلية دلقو في الولاية الشمالية وأشارت الرابطة في بيان لها إلى تحويل خمس حالات اشتباه من محلية دلقو إلى مستشفى ضنقلة تخصصي وقالت راش إنه في ظل الظروف الصحية السيئة في مناطق التعدين وترد الخدمات الصحية بها فإن انتشار مرض الحزبة يمثل تهديد صحي يستدعي تدخل السلطات الصحية الاتحادية والولائية بالولاية الشمالية بصورة أكثر جدية وسريعة أعلنت وزارة الخارجية استدعاء سفير السودان لدى أثيوبيا للتشاور وتحديد الخيارات بعد رفض أثيوبيا الوساطة السودانية لإنهاء النزاع في إقليم تاقراي وانتغدت وزارة الخارجية في بيان التصريحات التي صدرت مؤخرا عن مسؤولين أثيوبيين كبار برفض مساعدة السودان في إنهاء النزاع الدموي المحتدم في إقليم تاقراي بدواعي عدم حيادة واحتلاله لأراضي أثيوبيا وقالت إن الإيحاء بأن السودان يلعب دورا في النزاع وإدعاء الاحتلال هو ترويك مزاعم لا تملك لها أثيوبيا سندا ولا تقوم إلا على أطمع دوائر في الحكومة الأثيوبية وقالت إن مبادرة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك في إطار رئاسته للإيقات تهدف إلى تشجيع الأطراف الأثيوبيين على التوصل لوقف شامل لإطلاق النار والدخول في عملية حوار سياسي شامل للحفاظ على وحدة واستغرار أثيوبيا وقعت الحركة الشعبية شمال قيادة الحلو والحزب الجمهوري أمس الأحد في الخرطوم إعلانا سياسيا مشتركا نص على دعم الحزب الجمهوري الموقف التفاوضي للحركة الشعبية شمال ونص الإعلان الذي وقع عليه عن الحركة الشعبية الدكتور محمد يوسف أحمد المصطفى وعن الحزب الجمهوري الدكتور أسماء محمود محمد طه نص على علمانية الدولة ودمغراطيتها ومدنيتها وإصلاح المنظومة العدلية والقطاع الأمني بجانب حل جميع المليشيات ويعادت هيكلة القوة المسلحة وفق عقيدة جديدة ومهام واضحة وأكد الإعلان على تطبيق العدالة الانتغالية وتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية والمصادقة على ميثاق روما وأضافت الدكتور أسماء محمود محمد طه من الحزب الجمهوري في هذا الخصوص يعني حكاية أنه العلمانية تظهر كمفهوم في التسطور أتكلم أنها مسألة مهمة جدا لأنها دي من القضايا أن نحن كلنا يمكن نكون عندنا نوع من الخوف في مواجهتها ونوع من عدم الشجاعة في مواجهتها نحن يمكن نكون لعهد كبير جدا ولحد الآن في الوقت الحاضر الناس يتكلمون دائما عن فصل الدين عن الدولة ودي يمكن تكون مطبولة عن عامة الشعب السوداني اللي هو بيضلل بإسم الدين في أن مسألة العلمانية مسألة ضد الدين وصلت أميس الأحد سفينة مساعدات إنسانية مقدمة من دولة الإمارات إلى ميناء بورسودان تبرعت بها الإمارات لولاية غرب دارفور على خلفية زيارة نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو الأخيرة إلى أبو ظبي وتسلم والي ولاية غرب دارفور خميس عبدالله بكر بميناء بورسودان الشمالي أميس الأحد المساعدات الإنسانية التي تشمل مواد غزائية ومواد إيواء وأدوية وغيرها من المساعدات الموجهة لمتضرري الولاية وقال والي غرب دارفور خميس عبدالله بكر إن المساعدات تساهم في فك الضائقة التي يعانيها مواطن الولاية وقال نحن في غرب دارفور أحوج ما نكون لاستقبال هذه السفينة وأضاف والي غرب دارفور خميس عبدالله بكر في هذا الخصوص في البداية برضو خلينا نرسل رسالة الشكر لهكومة الإمارات العربية المتحدة متمثلة في شيخ زايد ومحمد بن زايد نستطيع نقول رجل السلام رجل الإنسانية في نفس الوقت برضو نرسل رسالة الشكر برضو لأخ نائب الأول لمجلس سيادي محمد حمدان دقلو لتنسيقه تم بموجبه جانا زيارة وفدي إماراتي في ولاية قرب دارفور ووقف الوضع الإنسان الموجود في قرب دارفور بنفسه لذلك اليوم نستقبل غافلة إنسانية إماراتية لمتدرري ولاية قرب دارفور حذرت مبادرة القضارف للخلاص من وقوع احتكاكات بين الرعاء والمزارعين في الولاية بسبب زراعة جميع مسارات الرعاء في الولاية وخاصة في محلية البطانة وقال أيمن طه عضو المبادرة لراديو دبنغا إن المزارعين زرعوا جميع مسارات الرعاء في الولاية في محلية البطانة خاصة في منطقة السباغ وطالب حكومة الولاية والشرطة بالتدخل العاجل لوقف زراعة المسارات تجنبا للاحتكاكات بين المزارعين والرعاء وأضاف أيمن طه لراديو دبنغا في هذا الخصوص بتكلم عن المسار بتاع البهايم ويا أخو الله العظيم البهايم ما لاقي طريقة ترعى هالناس زرعت الواطجة واحد كده من ناس الصباق زرع الواطجة من وادي الحمار لبريحان عن أساس السعية صراع مشاكل أي حاجة مثلا الرعي لو دار يأخذ مثلا لده اللي هنا بقول لك هنا في زراعة كده بحصلوا له يعني تحصل لحالات كثيرة ويجيبوا الصباق ويقول لك جايبك بالوادي ده شو معرف هنا في زراعة بس بحصل احتكاك يعني معنا الخبر الأخير في النشرة أعلن مني أركم الناوي استغنائه الكامل عن المبالغ المالية التي التزم بها أصحاب شركات التعدين تحت بند المسؤولية الاجتماعية وتقدم بالشكر لشركات التعدين وللشركة السودانية للمعادن بجانب شكره لرجال أعمال دارفور لتطوعهم ماليا بدعم البند الاجتماعي لحكومة الاغليم وكان رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك استدعى مدير الشركة السودانية للتعدين مبارك أردول لاستيضاحه حول بعض التصرفات التي قام بها بحكم موقعه في الشركة على خلفية ما تردت عن مطالبته أصحاب شركات التعدين بالتبرع بمليون جنيه لكل شركة لصالح تنصيب حاكم اغليم دارفور انتهت نشرة الأخبار قدمتها لكم من راديو دبنغا حتى الملتغى لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل والآن مواصل معكم ما تبقى لنا من برامج اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة